السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة دائماً لهم شنائل ان شاء الله تكونوا بخير والأخير تكونوا فرحانين تكونوا ناشطين عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات الأغزالات الوفيات على القناة دائماً لهم شنائل وصفة تحفة تحفة رائعة الشعر مكون ولا أرواح عجيب وسحري معجزة بخصوص علاج الصلاة علاج التساقط علاج جفاف الشعر حروشية الشعر تقص في الشعر المشاكل كاملة سنعالجها بأحد المكونات غزال وهو القزبرة أو القزبر الحبوب هذا القزبر تزوين بزوين 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 عنده عدة فوائد كمسح أي سيدة يكون عنده في المنزل أو في المنزل بكيميا وفيرة تستخدمه في عدة وصفة طبيعية فهذا هو أول مكونات كما لاحطوه في الصورة المصغرة وهو القزبر معانا مكونات السنوية لنعطوه الوصفة مصداقية ونعطوها فعالية أكبر وأكثر بإذن الله ونعطوه ونعطوه وصفة مدرسة ونعطوه وصفة وصفة ونعطوه ونعطوه وصفة يجب أن يكون تحليل اشتركوا في القناة 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 احتاج المكوين المعجزة لهو القصبر حبوب احتاج الاروز زفر احتاج القرنفل بودرة احتاج القرنفل احتاج الاروز بودرة احتاج الاروز وورقه احتاج الاروز اي حاجه بانك هات الورد تعجبني صراحة احتاج معي هاد الورد الغزال 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 بزاف اللي تيحمق هانتوما الشكل ديال وراء يجيب هاد الشكل غزال غير الشكل ديالو اللون ديالو يليمت تيحمق فاخدي كمية على الورد معنى العطار وبقيت استخدميه في الوصفات ديالك هنا ما غنحتاج كمية كثيرة غير بعد حبات غير باش ينسمونينا ويعطونا يعني فائدة كما تنقول ستحتاج معي واحد الكوب ديال ما يكون مغلاء على حقوط راقو هادو هما المقادر ديالوصفة فقط اني اتجي اللي كاين مكيناش حاجه كبير بزاف ولا كثيرة كيما قلت لكم وصفات اليوم كترطب الروز راكي اعطينا كارتين طبيعي لبنات الشعر هدي نجيكم ان شاء الله بواحد الوصفة هدي يكون فيها غير روز كمكوين رئيسي عن قريب في القناة فكيما قلت لكم تابعوا واشتوفوا الجديد دي مرة كنزل جديد اشتركوا في القناة وفعلوا زي الجرس باش هكدا يوصلكم اي جديد ديال القناة ديالي اشتركوا فيديوهات زوينة زوينة ومفيدة ومتنوعة الحمد لله فكيما قلت لنا غنحتاجوا القصبر حبوب تخديم معي الكمية المناسبة القصبر حبوب الاروز كذلك كيما قلت لنا القرنفول ما غنستخدمه حبوب وانا غنستخدمه بودرة نستخدم بعض الحبات ديال الورد نستخدم بعض الحبات ديال الورد ونستخدم معاكم مرقة سيدنا موسى ومن بعدك ناخد ذاك الكوب ديال ما يكون مغلم زيان على حقه وطريقه نسيك 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 ثم تحرك الوصفة تركض المدة ساعة ندع الوصفة تسوية تتوضع كل مقادرة تضيف الماء البارد تقوم بفق النار تجعل البرد و تصفي لأنها تعتلي الفعالية كل العناصر 100% طريقة ناجحة ولكن تقدر إلي ما ضفت للمغلة مزيان تقدر تعطيك 90% 80% 85% على حسب شرحت لكم مزيان التصفيات هاد المحلول هادا واخا انا را ما خليتوش هاد المحلول هادا غير باش نسرع معاكم الفيديو ما يجيكم ش طويل و ما يجيكم ش موميل اكيد واخا بزاة البنات يقولوا لي غير شرح لينا مزيان واخا يقول الفيديو او طويل را كتعجبيني بالهضرات ديالك و تعجبنا الشرح ديالك شكرا ليكم وهذا صرف لي تقول لي بحالة تعليقات بناس را كتزيدو تشجعوني بززاف بزاف بزاف ما تصورو شي قداش فادا مغادين اخد معاكم صفايا وانتين صفوا المحلول هذا هو المحلول اللي غادي تتوضع ايها ولا ترشيع للشعر ديالك دباك تاخدي معي واحد البخاخ بخاخ يكون كبير من الاحسن ما تاخدوش ذوك البخاخات الصغار لانو مثلا اللي عملتي كيميا كثيرة ديال هاد المحلولة ما غا يكفيكش بخاخ صغار خصوصا اللي عدك شعر طويل وكثيف بزاف من الاحسن تاخدي بخاخ يكون كبير وتوضعي فيه يعني الوصفة ديال كاملة ولا المحلول كامل تعاودي تحركي لتاني مرة في هذا المحلول ولا في هذا البخاخ عفوا وبعد كتبدي تاخدي الشعر ديالك تقسميه الى نصفين وتركزي على البلايس اللي فيهم الصلع وفيهم التساقط فيهم الصلع اكتر من التساقط اما التساقط رأكيد شعر ديالك بالكامل فكتبدي ترشي بهالطريقة هدي مزيان 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 حتى كيتغلغل الشعر ديالك مزيان وكتحولي تعملي ماساج يعني الشعر ديالك بهاد الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو امامكم فانتي كتنترشي هالدر المحلول كتحولي تدمجيه مع الشعر ديالك وتحولي يعني تعملي ماساج الفروة الرأس ديالك باشا كده تحركي الدورة الدموية حتى الشعر ديالك اللي ما كانشتين مو سيولين مو بها الطريقة هدي للاغلب يد سيدات ما كيعملوهاش كيعجزوه كيكونوا عجزان وما كيعملوش هاد القادية وما كيطبقوهاش او لا تطبقوها مرة ما كيبقوش يطبقوها بزافة المرات في الشهر او في الأسبوع فهدي طريقة خاطئة لبنات نتمنى انكم تبقو تعملوها سواء بها الوصفة ولا بأي وصفة واحد اخرى مثلا كنتينتي كتستخدمي يوم المفضلات ديالك فليز حاولوا تبقو يعني ترشوا هاد المحلول ودائما تبقي تعملي ماساج خفيف الفروة الرأس ديالك وخما تكوني شغل تعملي اي وصفة طبيعية المهم هو دل كيفروة الرأس ديالك وعملي لها مساج وان شاء الله ما يكون غير الخير انتمنى تجربة هاد الوصفة حبيبتي في القريب العاجل وصفة زوينة 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 بعشاب كما قلت لكم صلحة تل بنية ديالكن لي عندهم مشاكل عندهم مشكل ديال الصلاع لانه صلاع مكينش غير في سن معينة يعني مكينش غير في سن الربعين او الخمسين لا تكون عند ولدات صغار تكون عند نحنا الكبار تكون عند الرجال تكون يعني فين ما مشي نتلقو هاد الوصفة صلحة تل الرجال ممكن استخدم الاخذ زوج ديالك الاب ديالك يعني صراحة للرجال والنساء اي للزينسين معنو حتى الول الفيديو ونتمنى ما سبخ ليش عليها باللايك حبيبتي وشكرا لك لدعمك المتواصل وتشجيعك لي هاد الاشيارة كده يتفرحني كما قلت لكم وما تنسيناش بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس وشكرا لكم ونشوفكم في فيديو جديد